طبعا خيرا ومسال خيرا لحسب الواتريتزما ونفيه. خلال التلات شهور اللي فاتوا اكتشفت مشكلة كبيرة جدا 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 عندكم في السيطرة. مش بس في بيدي اس ام. عندكم مشكلة كبيرة جدا في السيطرة في كل حاجة في حياتكم. كل كلام يتالع صح. الراجل العربي عنده السيطرة في ان هو يعلي صوته ويشتم وياخد قرارات. او من وجهة نظره ان هي قرارات حازمة. انما هي قرارات بها هو عايز يباين نفسه فقط ان هو راجل جامد وشديد ولكنها بتبقى في معظم الاحوال قرارات غلط. الراجل العربي بقى زيه زي بقى زيه حرفيا زي اللي بتعطي في منصب وعلشان تبين ان هي ستة قوية مش قلبها حنين مش قلبها انثاوي فبتاخد قرارات غلط. لو كانت هي شغلة في القضاء علشان تبين ان هي ستة حازمة. والشخص ده مظلوم فهتقيت ظلمه وهتزود ظلمه وهتظلمه اكتر فقط. علشان تبين ان هي ستة حازمة وما بتمشيش بعاطفتها. دي عقلية الفيميليست. وللاسف عقلية الفيميليست بقت لحاف للرجالة دلوقتي. مشكلة كبيرة حرفيا زي ما قلت في بج اس ام او برا بج اس ام انت ما تكون راجل لعقليتك بالشكل ده. انك علشان تكون شخص حازم وقوي وليك رأي وبتاعه فتاخد قرارات وبتتصرف تصرفات تبني انا شخصيا كوين تركه في ان اتصرفات طفولية. فانت شخص من نسباتي في وجهة نظر هكون الراجل تفه جدا. بل حبان ان انت عايل قدامي. يعني مسلا في خلال الكم شهر اللي فاته انا كنت اشغل مع ناس. الناس دي افتح مكان ويجيب ناس الشغل فيه ويسيبوا شغلوش على قبيل. ولما يحس ان هو فقد السيطرة والناس اللي شغالة معاه هم فعلا اللي مقاومين المكان. وهم فعلا اللي مشغلين الدنيا فييجي نفسه كده يقول لنفسه انا ازاي كده? انا ازاي هفقد السيطرة? فاول حاجة بيعملها ان هو بيدخل يزعق في اي حد. ممكن ياخد قرارات كتير بشكل يبان له اللي هو حازم لكن هو ولا حازم ولا حاجة. هو بيبان جدا ان هو بيمثل دور السيطرة. علشان فقط يقول انا هو انا المدير. فللاسف الحاجة دي انا طبعا ما بستناش حاجة زي كده تحصل. معي اه. طبعا الحاجة زي دي بتطبق في كل حاجة في حياتكم. زي الراجل اللي مش عارف يسيطر على مراته وعلى بيته. لما بيحس ان هو فقد السيطرة فبتوحشه السيطرة. في يوم جيم زعق وشاتن وضارب. في الحقيقة انا باحمد ربنا على اني هو عالم يسام وعلى اني شخص سادي وشخص موسيطر. وعلى اني شخص انرجيسي. وعلى اني شخص باغض للجنس البشري. انا بجد باحمد ربنا. اني شخص كمان مش منصاق. واني شخص بعرف افكر كويس. واني شخص ممكن لو قعد وسط ناس ممكن يعملوا فيا اي حاجة فقط علشان انا بفكر صحة عنهم. ولما بيلاقوني بفكر صحة عنهم لك ان تتخيل ان هم ممكن يعملوا معايا اي شيء تتوقعه فقط علشان بعضهم اقوية وان هم المسيطرين. برضو بمناسبة موضوع الشغل لشخص بمشي شغل كله بطريقة غلط في غلط. فلما بيجي انا بطبيعة شغلي يقوله الطريقة الصح فيحس ان فيه غصة في قلب. غصة اتلته. ايه ده? هو فيه حد بيفكر صحي غيري. ايه ده? هو فيه حد كده هيسيطر بافكاره غيري. هو كده فيه حد هيمشي صح ويمشي الدنيا غيري. لأ ما ننفعش. ننفعش. وخلى بالكم دي طريقة كل العرب حاليا. والله انا مش بداي على حد. والصحة حولكم كويس وانتو هتعرفوا ان كلامي صح مية في المية. دي طريقة العرب كلهم دلوقتي. انت كراجل ما بقيتش فاهم يعني ايه سيطرة. ما بقيتش فاهم يعني يعقش. ما بقيتش فاهم يعني ايه عزة وكرامة. وده طبعا مع كل اسف. وانت كست من غير ما تحسي. او حسن. الافكار النسوية مسيطرة عليك ومبوزة عليك ومبوزة حياتك. الناس اللي لسه ما دخلتش على الجروب اللي عايز ادخل على الجروب على الفيسبوك خاص ببيدي اس ام فقط والسادية فقط تتفضل على مساء الانوان. شوف ترجمة نانسي قنقر